محمد أبركان أو ستانلي هو شاب جزائري عمره 22 سنة من مواليد 1998 يسكن محمد أبركان في حي الشعبي الحراش بالجزائر العاصمة اشتهر ستانلي على منصات تواصل اجتماعي وخاصة انستغرام كانت بداية تصلي على منصة اليوتيوب عام 2016 عبر فيديوهات جدية لكنها لم تلقى اي رواج ينتقل الى منصة انستغرام في نفس العام خاصة ان منصة كانت لا تحتوي على منافسين او صناع محتوى مثل اليوتيوب اشتهر ستانلي بالفيديوهات الكوميدية القصيرة على انستغرام وتقليده للشخصيات اهمها محمد رغيس ورشيد نكاز حيث كانت انطلاقته بقوة يعود اسم ستانلي الى احد اغاني ايمينام عنوانها ستان لأحد المعجبين للرابر ايمينام ويعتبر ايضا محمد ابركان من اكبر المعجبين بايمينام شارك ستانلي كممثل في برنامج بوباطو الذي عرضه سنة 2019 وطيموشا الذي عرضه سنة 2020 لدى ستانلي حسابين على انستغرام الاول بالعربية والذي فيها اكثر من مليون مشترك والتاني بالانجليزية الذي يضع فيه فيديوهات يتكلم فيها باللغة الانجليزية يعمل ستانلي على تأليف كتاب والذي سيصدر قريبا سفر ستانلي الى عدة دول حبر العالم وهي اسبانيا ايطاليا سويسرا الامارات مصر وماليزيا عبدو وديدين هما اقرب الاصدقاء لستانلي حيث يظهروا معهم كثيرا في يوميته عن انستغرام وايضا يقوماني بمساعدته في انشاء المحتوى الخاص به تعرض ستانلي الى عدة عقبات وانتقادات في بدايته من محطه واصدقائه وكانوا يرددون له عبارات حبس وشرك الدير وما رحش توصل اشتركوا في القناة